أكد وزير التنمية المحلية أهمية الاستمرار في دفع عجلة العمل بالمشروعات المستهدفة والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء تلك المشروعات مع نهاية العام المالي الحالي جاء ذلك خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع محافظ السويس وعدد من المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فيما يخص المشروعات التنموية الجارية على أرض تلك المحافظات كما شهد الاجتماع أيضا متابعة آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة وبمحافظة السويس خاصة مشروعات البنية التحتية الجارية وسير العمل في المدفن الصحي الآمن بالكيلو 5 الذي تسلمته المحافظة وتم إنشاؤه ضمن منظومة المخلفات باستثمارات بلغت حوالي 35 مليون جنعي